ترجمة نانسي قنقر شكراً لك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر لترجمة نانسي قنقر الموسيقى بشكل عام في غزة هي موجودة من فترات كبيرة وفي ناس كثير أشتغلت إلى حد ما وصلنا لليوم اللي احنا فيه بعتقد أنا الموسيقى والفنون بشكل عام هي وسيلة من وسائل المقاومة زيها زي أي وسيلة تانية في الفترة الأخيرة أصبح كثير من حتى من فأة الشباب يتجه لها كنوع من التعبير عن رفضهم للواقع ورفضهم للأشياء للظروف اللي بنعيش فيها بشكل عام الطفل اللي عمره أيام بمجرد أمه ما تغني له وبيسكت دليل إنه فيه عنده وسيلة استقبال خلقها ربنا فيه إنه يستقبل هذا الصوت معنها لو حكت له أو أي حدا حكت له مش راح يسكت لكن الموسيقى اللغة عالمية مؤثرة في الناس قادرة على إصال الرسالة وقضيتنا أكثر من الحقيقة نحن كنا فريق نجمع ونعملوا بروفات على الآلات التقليدية المتواجدة بس لما دخلت الكورونا صار فيه مشكلة أصبح فيش تجمعات فأفكر نحن بفكرة جديدة نتوائم مع الواقع اللي الآن أصبح ما بنعيشه إنه نعمل إشي حتى يكون بعيداً عن الآلات الموسيقية عمل فني موسيقي فقررنا إنه نتجه لأدوات المطخ الفكرة عنها خصوصاً كانت في المبادرة هذي سكمناها دمتك لأنها بتعتمد أكثر على الإقعار إنه بإمكانك تنتج موسيقى على أي شيء مش ضروري ألاك موسيقى موسيقى واخترنا مجموعة من الشباب كان منهم خمس أو ست شباب وبدأنا نتواصل معهم أولاين وبدأنا نسجل الأصوات هاي وانتجنا العمل الخام موسيقى 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 لما كنا بنعزفي بشكل فردي ممكن يضحكوا على صوت الغلاية، صوت الجلاية لكن لما عزفنا كتيم كل الألات بالتوزيع الإقاعي اللي موجود فيها فكانوا منبهرين إنه ممكن الصوت يطلع بالشكل هذا موسيقى 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 موسيقى